السلام عليكم ازايكو يا حلوين عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين انا ريهام معانا النهاردة سمك مقلي وسمك صنية زي ما انتو شايفين كده بكل التكات والاسرار الصغيرة تفرق معاكو قوي في الطعم والشكل يلا بينا عالطريقة معانا سمك بولتي غسلينه كويس بالخل واللمون ومشرحينه ومعانا سمك مكريلا او روسي زي ما بتسموه ومعانا الخلطة هنا الخل والتوم والفلافل المشكلة فلفل اخضر حامي احمر لمون ومعانا هنا كمون كسبرة بهارات سمك مل حنضرب الخلطة في الكب او الخلاط زي ما انتو شايفين كده ونتابل السمك بتاعنا وبعد ما نخلص كده نتابلو نسيبو شوية كده لسمك يشرب من التدبيلة ويلا بينا نجاهز بقى صنية المكريل اللي احلى صنية مكريل اللي هتاكلوها تحسوا ان انتو بتاكلوا سلام فعلا معانا هنا صنية مقطعين فيها بصل وفلافل وطمطمتين وننزل بيهم بالبهارات ملح كمون كسبرة بهارات سمك زي ما انتو شايفين متابلين السمك بتاعنا هنقلب كل ده في بعضه ونضيف السمك عليه وننزل بالزيت والخل واللمون بس كده ممكن تبشروا جزرايا احلى صنية سمك بجد هتاكلوها ونسيبو على نار هادية وبعد ما يستوي ندخلو الشوية على طول زي ما انتو شايفين شكلو حلو قوي يلا بينا نتابل دقيق السمك المقلي مع هنا هنا دقيق معلقتين نشا كمون كسبرة بهارات سمك زعفران او كركم على حسب ما توفر عندك بيفرق قوي في الشكل والطعم تابلنا السمكة كده من بره ومن جوه ونفضها كويس ومعنا زيت على النور ننزل بالسمك بتاعنا شكلو حلو قوي وطعم التدبيلة بتاعي ديق بتفرق قوي في السمك زي ما انتو شايفين شكلو كده ونطلع بيه على مناديل هنخلصت السمك معيك ونبتدي نعمل الاز رز سمك هتاكلوه مكونات بسيطة خالص معينا حلع النار فيها معلقتين زيت هننزل بوصلتين متقطعين صغير ونشوحهم كويس وننسيش معلقتين السكر بتفرق في لونه قوي وشكلو وطعمه كمان كرمالة السكر دي مع البصلة حلو قوي وبعد ما يتحمر ننزل بالمية والبهرات ملح وكمون وكسبرة وبهرات سمك ونقلبهم كده كويس ونسيب المية تغلي وبعد ما تغلي ننزل بالرز بتاعنا وزي ما انتو شايفين شكل صفرتنا يارب الفيديو يكون عجبكو واستفدتوا منو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتشجعونا انا وياسمينا كده عشان ينزلكو كل جديد ان شاء الله مع السلامة والفهانا